واضحة الشاشة واضحة دكتور تمام هاي number include هاي ضروريه iostream using name space std تمام هاي المين تبعنا لم نبني الكلاس هون اتفقنا الشباب انه الكلاس اذا بتذكره اخر مرة اتفكرنا انه لكلاس من ايش تتكون حدا بتذكر اي object stack اي stack object تمام كنا بيكون فيها الر الر هي من من 0 1 حتى max size بتكون لها size معين max size ثابت fix size minus 1 0 1 2 حتى max size نقص 1 يعني max size تمام وبيكون فيها integer اسمه top index هذا top index تمام top index هذا top index تمام وهو بمثلة top فاذا كان zero معنته كأنه هو هون اذا كان one اذا اضفت item بضيفه top index وبزيده واحد فكأني لازم اضيف بعدها في ال item اللي بعده هون بعدها لازم اضيف هون بعدها لازم اضيف هون تمام اذا لاحظوا انه هاي اللي class ال object هذا s ال object as في two parameters في two attributes هذا في two attributes له top index وال الر اللي بدى حط فيها data تبعتي تمام هلا الر شو بدى حط فيها data تبعتي top index integer بمثلة تبعتي ال index سبع الر تمام طيب ال الر شو بدى حط فيها data طب انا شو بدى حط فيها data انا بدى حط فيها integer انت بدى تحط فيها double هذك بدى حط فيها string هذك بدى حط فيها object تمام فاذا هاي ال الر بدى تكون template هاي ال الر بدى تستقبل مني template type template type انا بحدد الشوط type اللي بدى احطه فيها لما اخلك ال object لما اجيء كله stack بدي ايه هذا ال s integer فباك اجيب اعمله هيك integer كيف باك انا نعمل مني class نخلق object من نوع integer اذا كان عندي general template type فعندي هون ايش stack بصير s بصير هذا معناته بس بعبي ايش integer items في ال الر اذا بدى ال integer حطيت double معناته بس بعبي double في ال الر اذا حطيت string بس بعبي string واضح هاي النقطة فبنا نستخدم template في داخل ال class لما نعمل implementation لل class stack فان مشا نعمل implementation واخبين دي طريقتين طريقة الاولى باستخدام ال الر طريقة الثالثة استخدام link list انحنا كلنا بنا نشتغل على اي طريقة اللي باستخدام ايش الر فباستخدام الر معناته اللي class هاي تبعتي بتتكون من اللي هو الـ array اللي بديحط فيها الـ data تبعتي والـ top-index اللي هو الـ index اللي بيمثل وين الـ top-item عندي بيأشر على الـ top-item في أي مكان في الـ array عندي الـ top-item تمام فهونا شو جي نعملنا معناته بدي أجي أقول هون ها template بدي أستخدم template class بدي أسمي مثلا بدي أسمي t وهاي الـ class stack وهاي انتهت الـ class stack هلا في الـ class stack في عندي 2 attributes تمام في عندي integer top-index وفي عندي array بدي أسميها مثلا entry of بدي حط لها size max size طيب هاي الـ array شو طيب تبعتها شو حطها integer double بدي أحطها t انه هاي الـ array انه هاي الـ array data اللي بدي أخزنها في الـ array من نوع t لا هي integer ولا هي double ولا هي float ولا template طيب لما بخلق object أنا ساعتها بحدد الـ object اللي بدي أتأخلكه شو أعبي في هاي الـ array فإذا خلقت integer بصير أعبي integer إذا خلقت object double معناته بخل double string بعبي string واضح فإذا هاي الـ entry طيب شو الماكس size الماكس size هذا عبارة عن global باعتبره global constant ترفوا الـ array لازم يكون constant ولازم يكون integer size تبعها integer تمام max size يساوي كداش بدنا إياها مثلا ألف هاي ألف إذا أصبحت هاي إيش الماكس size الحجم تبعها إيش ألف تمام فإذا أنا عرفته كـ global أوكي بدناش يعني هذا أسهل تعريف بدناش نفوت هون نعمل dynamic memory تمام نخلي الـ array هاي pointer وكل مرة أحط قديش size تبعتها وكل مرة أخليك size size مختلف ما بدناش نفوت بهاي التفاصيل المعقدة نيا دائما أي stack نخلكوا يكون نفس size من ألف عنصر تمام فإذا هيك صار عندي هاي الـ entry هاي الـ array من max size يعني كإني عملت entry من ألف تمام تمام أغيرها هون أو أغير في كل مواقع إذا بستخدم هذا بس هون خلاص أنا لما بستخدم الماكس size استخدم variable اسمه max size تمام وإذا بدن أغير بغير عليه من هون دائما اغير دائما بغيرها هاي بضله هي max size دائما ألف بحطهن ألف دائما أغير 10 000 بحط تمام صفر وأنصر تمام أوكي فهذا constant يعني ما بيتغير خلال تنفيذ البرنامج أوكي وغلوبل variable هاي أنا عملت array هذول شو إني private attributes هلا لأول شغلي إحنا بنعرف في هذا بدنا constructor يعمل الانيشيلايزيشن للأتريبيوت ساي تبعدي هاي الستكونستركتر ستاك ديفولت كونستركتر شو بدعمل انيشيلايزيشن شو يساوي زيرو إذن أنا أول ما بخلق أول ما بخلق الابجيكت بروح بحط الطوب انديكس زيرو شو يعني زيرو يعني كإني بدي أول ما أبلش أضيف بدي أضيف في هذا المكان يعني كإنه الطوب تبعه وين بيأشر هون تمام يعني زيرو معناته فيش ولا آيتم عندي ما في آيتم عندي ولا آيتم عدد الآيتم زيرو تمام أوكي طب بلزم آجي أقول أنا هون أعبي الاري هاي أعملها انيشيلايزيشن أحط فيها قيم شو رايكم أحط عبي الاري بقيام طبعا هي الاري هاي ربش ديتا راح تكون بلزم أعبيها قيم انيشيال فاليوز هوا شباب أجيبوني آية بيان بلزم نعبي قيم بلزم دكتور للي بالنهاية إحنا عمليينها لتقزم فيها قيم تمام شو عبي إنيشيال فاليو في الاري آه شباب حدا يساعدها بما إنه ما بنعرف الطيب لسا الاري ما بنعبيها تمام ممتازة يا فرائعة جدا أحسنتي مدام أنا ما بعرف شو بدي أعبي فيها طب في أعبي إنتجر شو القيمة حط زيروز طب بدي أعبي سترينج حط زيروز بدي أعبي أبجيكت ستودنت حط زيروز ما بنفع شو شو الانيشيال فاليو ما بعرف شو أنا بإيش بدي أستخدمها ما هي جينرال طيب ولذلك ما بلزم إني أعبيها خليها ربش ديتا بغض النظر شو ديتا تبعتها سترينج ولا ضابل ولا إيش واضح أي النقطة هي مهمة جدا فما بقدر عملها إنيشاليزيزيشن الاري تمام طيب إذا هاي الكونستركتر خلصنا منه هلا بيظل إني إيش الميثودس إحنا إنا زي ما اتفكنا في عندي أربع ميثودس الامتي ميثود الامتي ميثود بوليان هاي بول empty كيب بدي عارف أنا إنه هاي فيش فيها ولا item إذا كانت topIndex شو بيساوي zero إذا topIndex zero معناة أنا مش معبي فيها ولا item فكيب بعرف إنها empty إذا كانت empty true معناة topIndex zero فباجب كله return topIndex equal equal zero فإذا هو يعني شو معناها هاي if topIndex equal equal zero return true otherwise return false تمام فبديش أعمل f خلاص مباشرة ما هي هاي topIndex equal equal zero هاي فحص شرط فكأنه بيعملها f statement فحصها هل topIndex بيساوي zero إذا بيساوي zero رجع true يعني empty otherwise لو فيها item واحد topIndex مش zero يعني واحد فيها item واحد أو اثنين فيها two items أي قيمة غير الزيرو معناة شو بدو رجع بدو رجع false تمام فإذا هيك أنا بفحص إنه هاي empty ولا لا إذا هاي الempty method هاي الempty method نيجي ل البوش method البوش method البوش method اثنين ثلاثة تمام ألف شو معناة إني عبيت من واحد لألف معناته أنا معبي كل الأريه يعني الاستاك فل عندي الاستاك مالو فل طب إدي أعمل بوش لألف وواحد أضيف كمان item في مجال أضيفه هون في الأريه لأ بنفحص بالأول إذا الاستاك فل أو لأ تمام إذا نلاحظوا إنه عملية البوش مش دايما هون لما ببنيها على أريه مش دايما بتزبط لأنه ممكن يكون الأريه ملان الأريه الاستاك تبعي الأريه تبعته فل تمام فإذا جاء كله بوش لأيتم جديد ما بوش راح يقدر تضيفه وين بدو تضيفه إذا جيت كله على الاندكس ألف وواحد ها راح يضرب السيستيم هون فش عندكس ماينا من هون من زيرو ل تسعمية تسع وتسع وتسعين طب كيف أنا بدو أضيف على الاندكس ألف فش عندكس ألف أنا كل الاندكس عندي من زيرو لتسعمية تسع وتسع وتسعين عددهن ألف تمام فبقدرش أضيف في الاندكس ألف تمام ولذلك إذا جيت كلت له الريه اللي هي entry of ألف إذا كلت له entry اللي هي array of ألف هذا خارج السيز فرح يضرب ورح يضرب ولذلك أنا ما بخلي يضيف من الأساس ما بخلي يستخدم هذا الاندكس تمام ما بخلي يستخدمه لأنه إذا استخدمه راح يضرب سيستيم عندي فإذا أنا شو بدي أعمل بدي أجي أفحص طب أنه أنه اللي بدلني وين أنا بدي أضيف اللي هو top index فإذا top index هذا بساوي max size يعني أنا ظلي شو معناته أنه هون معبي آخر item معناته top index بساوي ألف يعني في عندي ألف item يعني أنا معبي من zero لتسامية تسعة تسعين فإذا top index بساوي max size معناته ما يضيف يعني إطلع طب كيف أنا بدي أعرف إنه وضافه لما أضافهش فبدي أخلي البوش method شو ترجع لي يا true يا false فبفحص الكيم اللي راجع من البوش method بفحص الكيم اللي راجع من البوش method إذا كانت true معناته ضاف إذا كانت false معناته ما أضافش يعني full تمام ولذلك هنا شو جيت أنا عملت جيت عملت Boolean بترجع اسمها bush بتأخذ مني item template item من نوع t إذا اللاحظه بتأخذ مني ال item اللي بدي أضيفه فإذا كان integer بكون أخذت إني integer item وإذا كان double معناته أخذت مني double item وإذا كان string أخذت مني string item وإذا كان string أخذت مني string item and so on وهي البوش بترجع لي يا true يا false فبأجب أقوله if top index top index بساوي max size إذا top index بساوي max size شو بدأ كله return إيش مين بكل شو بدأ كله return إيش return zero zero false يعني خلاص بظل طالع بعملش إشي فإذا top index بساوي max size عندي return zero إذا ما بساوي top index max size ما عاتوا بقدر أضيف بدي كيف بدي أضيف بدي أجأ كله entry of top index plus plus بساوي top index خلاص بساوي top index بإضاف وكيف بدي أضيف إلى top index واحد شو بصير إذا اضاف الايتم هون في position zero بعدين اغير التوب انديكس صار واحد مش هي اللي بلص بلص بوخذ اوليش التوب انديكس بحط بضيف في التوب انديكس وبعدين بعمل بلص بلص عالتوب انديكس تمام أو إذا هاي عندو مش معجبيتكم بس أنا بديش اكتب يعني كودي كثير هاي بقدر اكتبها كالتالي مين بكل كيب بقدر اكتبها هاي الانتري للتوب انديكس يساوي الايتم بعضيها بنعمل التوب انديكس بلص بلص تمام ممتازي بساوي الايتم بعدين بعمل التوب انديكس بلص بلص وبدل انا ما اكتب هادولة الـ 2-statement هادولة 2-statement تمام كتبت 1-statement هاي هاي بتسد عنهم 1-2-statement هادولة 1-statement هاي وضحط طبعا هاي كل واحد إلو طريقته في البرمجة فإذا قلت له entry للتوب إندكس بلس بلس بتساوي إيش الائتم طيب هيك ضاف الائتم على التوب إندكس وزاد التوب إندكس بعدها تمام ضاف ولا ما ضافش هيك ضاف إتم في الاستاك ولا ما ضاف إيش ضاف معنات شو بدأ كله ريتيرن إيش وان وان إذن البوش يا بترجع true إذا ضاف يا بترجع false وانت بترجع false يعني إنه ما ضافش لما بكون الطوب إندكس بساوي الماكس ما في مجال إن أضيف وبيكون الاستاك فول إذن هاي البوش متود شايفين ما أسهلها أوكي طيب البوب نفس الإشي البوب فلو كان الاستاك فاضي لو كان هذا الاستاك فاضي القرية فاضية فش فيها إيتمس فا احنا كلنا بنخلك القرية كون فش فيها إيتمس يعني الطوب بإندكس شو بيكون زيرو 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 طيب طيب فش ولا إيتم جيت كل دك يعملي بوب احذف شو يحذف طيب ما فيش ولا إيتم شو يحذف فإذا كان الطوب بإندكس بساوي زيرو يا ندا ما يحذف رجع لي فولس إنه ما أقدر يحذف لكن إذا ما أحذف من اللي بيحذف بيحذف من الطوب أكيد فلو كان عندي مثلا إيتم هلي صوتك مش سامع بقول لي ما بحذف السفر زيب هون لأ الطوب بإندكس سفر يعني هاي زيرو هاي وان هاي تو فالطوب بإندكس زيرو يعني كأنه بيقشر هون ما في عندي إيتم ما فيش إيتم لسه أنا وينتا بيكون عندي أول إيتم تفقنا إنه في البوش شو منعمل ما في عندي طريقتين يعني كل واحد فلسفته في البوش يعني أنا بقدر أحط الطوب بإندكس بتساوي ناقص واحد أبلش فيها إنيشاليزاشن بدل زيرو ناقص واحد وأجي شو أعمل أزيد الطوب بإندكس وبعدين أضيف الآيتم يعني أزيد الطوب بإندكس ناقص واحد زائد واحد سفر وبعدين أجي أضيف الآيتم هون في الطوب بإندكس آآ أكيد شو لأنه أنا مبارح ما حدث وحضرت مبارح سابدي أسأل الطوب بإندكس اللي موجود هون يعني زي بوينتر بتكون على الأرية بالضبط كأنها زي بوينتر بتأشر على الأرية بس هنا إحنا أخذنا إنتجر كطوب بإندكس يعني إندكس للأرية آآ تمام آآ فهي طريقة إنه أبلش فيها ناقص واحد وكلما أضيف كلما أضيف أغير الاستراتيجية الإضافة إنه آجي أضيف до top إندكس وبعدين أحط ال آيتم فال从 top إندكس طريقة الثانية لا أنا أبلش فيها من zero أضيف ال آيتم في top إندكس وبعدين أزيد top إندكس فيعني لما بيكون هيك في هاي الاستراتيجية لما بيكون top إندكس zero معناته أنني مش ضايف ولا إشي لما بدي أضيف شو بأعمل بدي أضيف آيتم مثلا واحد هاي واحد او 11 هاي 11 فبضيفه في المكان zero بعدين بزيد top index بواحد هاي معناها انه اصبح عندي عنصر واحد هلا لما بده اضيف كمان item وين بده اضيفه في top index في الواحد اللي هو في هذا المكان هاي الواحد فبضيف مثلا 20 هاي اضيفت 20 بعدين بزيد هذا صار اثنين شو معناها اثنين معناته عندي two items معناته عندي two items واللي بده اضيفه كمان مرة بده يكون في الانديكس اثنين هون في الانديكس اللي هو top index فالtop index بمثل الانديكس اللي بده اضيف عليه دكتور اكفضل استراتيجية اللي top index والاضافة فيه وامنحطها وكيف يعني عاي اساس هو بزيد او اي اساس بيكون مثلا بلش مسالة بواحد او مصرر اذا طب ترجع انت شو بدك تقرر انت كيف بدك تبني اللي كلاس تبعتها هاي نظرة مبرمج كيف بدنا ن ننظر للكلاس تبعتنا وانا بقدر ابلش هون في الانيشال فاليو يعني لو جيت انا اغير الاستراتيجية تبعتي هون باجي بقول هاي top index بساو ناقص واحد ناقص واحد تمام فيش انديكس في الاري ناقص واحد فلما بده اضيف شو لازم اعمل انتو لازم اول اشي ها لازم اول اشي اعمل top index زائد واحد ها جاء كله top index بلس بلس بعدين بفحص اذا top index بساو الماكس سايز رتن زيرو تمام اذا لا اعمل entry لل top index بدون بلس 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 بساو الايتم و رتن وان هاي تغيرت الاستراتيجية تبعتي الاضافي الا اذا انا بديش هيك تمام بدي ابلش من زيرو هاي صارت زيرو تمام معناته هذا بلزمنيش خلص باجي بفحص مباشرة اذا top index بساو الماكس سايز رتن زيرو اذا لا معناته حط الايتم في top index وبعدين زيدو واحد مش زيدو وبعدين حط يعني هذا برجع يصد المبرمج كيف بدو ينظر للأمور تمام فاحنا بدنا نتبنى انه top index zero يعني فيش ولا item top index بتمثل عدد الايتم اللي موجودة في الاستاك تمام كيف بدي اعتبر بدي اضيف في المكان في الري اللي هو في اي اندكس اللي بيمثله top index فدائما بضيف في top index بعدين بزيدو واحد فلما بكون zero بالبداية الانيشال فاليو zero معناته انا يعني عدد الايتم zero معناته اول item بديو ينضاف بديو ينضاف في المكان zero بعدين بنزاد واحد واضحة شباب واضح دكتور شوانا ما بكون في الحالة اللي هي زي ما حدث عنها top index zero لو بننصبع بصارة البيش data اه اذا بدأ اطبع المكان اللي بأشر عليه top index وراء بش data ما فيه ولذلك لما بدأعمل top item لازم اجيب top item لل top index نقص واحد تمام اذا الاستراتيجيه هاي بتجبرني اني اف اجيب الايتم اللي موجود فيه ايش الطوب انديكس ناكس واحد هسا جايين هلا الريتريف بس خلينا البوب فالبوب لما بدي اجي احذف طيب انا عندي زيرو شي يعني زيرو يعني فيش ولا ايتم فيش ولا ايتم موجود طيب كيف بدي احذف تمام طيب اذا في ايتم هاي عندي اثنين ما بدي احذف انا بدي احذف العشرين طب لاحظوا انا الطوب انديكس اثنين كأنه هاي هون هذا ربش ديته هاي تمام فبدي احذف هاد شو يعني احذف شو معناته احذفه اجي امسك هذا الايتم شو عمل فيه ازدته ارمي وين ارمي ارمي خارج الميموري يعني بامسح من الذاكرة شو يعني امسح من الذاكرة شو حط بداله يلا يبا يعني شو حط بداله بصير مكانه ربش ديته يعني بيروح كويس تمام بس شو يعني مكانه يعني لو ضل عشرين بتأثر عليكي يعني لو ضل عشرين بس كل بلوع الطوب انديكس بدل ما يكون اثنين بصيروا واحد لو كنت هيك الطوب انديكس واحد شو معنا الطوب انديكس واحد ها كمان مرة طيبون بنقص الطوب ماينس ماينس تمام هاي الاري تابعتي الاري تابعتي اصلا فيها ربش ديته ولا فيش فيها ربش ديته ناكس الفين خمس تلاف ومتين واثنين وعشرين اربعة واربعين الف وسبعمية مش هاي ربش ديته يا جماعة ستاش ناكس خمس وعشرين كل هاي من بعد بي ربش ديته للاخير لاخر ايتم مزبوط لا لا طيب الـ top index عندي 0 أنا top index عندي بساوي 0 شو معنا هيك معناته الاستقفاضي تبعي فش كله ربش data فش ولا item إلي فش ولا item إلي فش data إلي طيب عملت بوش عملت بوش العشرة شو بعمل بوش العشرة بوش العشرة شو بعمل مين بكل شو بعمل بوش العشرة بروح الـ position 0 بيجي على الـ top index هاي خلينا نشوف هذا الـ item 10 top index بساوي max size 1000 لا top index 0 ما بساوي الـ 1000 تمام إذا بيجيش على الـ 10 0 بيجي علي بعدها entry إلى الـ 0 top index entry إلى الـ 0 هيا ناكس 2000 شو بها شو حط فيها 10 حطينا 10 وزيدة top index 1 صار 1 ورجعت لو إنه ضاف تمام إذا واضح شو اللي بيضيف بدي أضيف بوش العشرين إذا هاي الـ item صار كأنه عشرين top index بساوي max size top index 1 ما بساوي الـ 1000 إذا بيجي هون entry إلى الـ 1 وين الـ entry إلى الـ 1 هاي الـ entry إلى الـ 1 هاي الـ entry إلى الـ 1 كيم ترى بش data شو بيساوي بساوي العشرين إذا نشطها بهاي وحط بدها لـ 20 وزاد الطب index بواحد صار 2 ورجعت لو إنه ضاف تمام هلأ أنا بدي أمحى دمحى الـ item هسا طب index 2 كأنه هون بس يعني شو معنى 2 مانعتو عندي 2 items 10 و 20 يعني الـ items اللي إلي 2 الـ items اللي أنا ضفتهم إلي my data 2 واللهي الأرية فيها data هيها فيها 10 و 20 و 44,716 و 25 فيها data أصلا فيها data الأرية بس هي data it's not my data it's rubbish data تمام it's not my data المـ data بش فش إلي بس عنصرين الـ data تبعتي ولذلك الطب index بيدلني عليك شو الـ data اللي إلي مش الشو الـ data الموجودة في الأرية كربش data هي الأرية ما لاني رابش data كلها data بس الشو الـ data اللي إلي 2 items تمام لهم من العشرة والعشرين طيب هلأ أنا بدي أمحى بدي أمحى العشرين طبعا أنا شو بمحى أنا بمحى الطوب item أنا الطوب item العشرين طيب معناته كديش معناته غيرك راح يكون عندي إذا ما حيت العشرين معناته راح يكون عندي one item إلي فقط لا غير بدل ما يكون عندي two items بدي يكون عندي one item تمام فإذا الطوب index هذا لو جيت كلته بدل الـ 2 بساوي واحد معناته شو معنى واحد إلي one item شو الone item عندي هاي عشرة بس هاي one item شو أصبح بالنسبة إلي العشرين تنطمي ديتا صار ربش ديتا بل زمش أجي أكله العشرين رجع لي إياه لستين ألف أو حط لي إياه ناقص أربعمية ليش أغلب حالي ليش أجي أغلب حالي أغيري العشرين خليه ما هو العشرين ممكن يكون طب ممكن يكون فوي هون عشرين ربش ديتا طب شو أفركت إنه يكون هذا ربش ديتا وهذا ربش ديتا هذا عشرين وهذا عشرين واضح الصورة شباب والصبايا إذا أنا في الحذف بس بنقص الطب بإنديكس بهمنيش شو كان الآيتم اللي موجود على الطب يخليه زي ما هو بس بالنسبة إلي هذا الآيتم ربش ديتا شو معنى واحد؟ معناته أنا عندي one item one item هلا بنشوف كيف منجيبه هذا الone item تمام؟ الone item موجود في الطب إنديكس ناقص واحد هون تمام؟ إذا بده رد أحذف كمان مرة معناته بده نقص الطب إنديكس بواحد صار عندي سفر شو معنى السفر يعني ما عنديش ولا آيتم معناته هذا العشرة بالنسبة إلي ربش ديتا بالنسبة إلي هذا ربش ديتا وفيش ولا آيتم إلي أنا في الإستاك لريهاي كلها معناته أصبحت عبارة عن ربش ديتا بقدم نظر شو كميتها ناقص الفين ولا عشرة ولا سبعمية ولا سبعمية بقدم نظر شو بهمك إنت ربش ديتا الشو الكيمي تبعته خلص هذا بالنسبة إلي أصبح ربش ديتا واضح؟ طب بدي أجي أحذف شو أجي أعمل ناقص واحد؟ ما بنفع تمام؟ خلص zero يعني أنا مليش ولا آيتم مش يعني ناقص واحد يعني أنا ملحوق بآيتم ما بنفع هذا الحكيه تمام؟ ولذلك لما بيكون الطب اندكس zero ما بدي خليه يعمل حذف ما بدي خليه ظلي ناقص الطب اندكس تمام؟ فإذا كان zero إطلع ما فيش عملية حذف فشلت عملية الحذف ما هو قمتي شو بدي أحذف فاضي يعني فيش إلي items ما فيش إلي items اللي أحذفها فما بخليه يكمل في عملية الحذف واضح؟ إذا هيك بدي أجي أبني البوب فالبوب هيبدأ ترجع بول بوب شباب بواضح اللي حكيته فبدي أجي كله F empty ش يعني F empty يعني top index equal equal zero هاي هال empty إذا top index equal equal zero بدل empty بقدر أفحص top index equal equal zero return zero بكملش اطلع رجع false طب إذا مش إمتي بقدر أحذف سعيتها شو يعني مش إمتي؟ يعني فيه items top index بساوي مش zero بساوي واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو شرق بغض النظر كداش كيمته فإذا مش إمتي شو بدي أعمل؟ بدي أنقص top index فقط لا غير درجة أنقص top index وهي فقط لا غير درجة أنقص وضع شباب كيف عملنا البوب فإذا انفحصت أنا if empty إذا شعني empty يعني top index عندي zero تمام؟ رجع zero ما تكمل عملية الهدف شو ما هو فاضي شو بدي أهذف؟ إذا لا إذا لا مش zero مقص واحد تمام؟ فلما قصت واحد هذا الـ item اللي كان في هذا الـ position تمام؟ شو صار بالنسبة إلي؟ صار بالنسبة إلي ربش data نفس الإشي شباب ما ينطبق على البوب ينطبق على top اللي هو أنا بدأ أرجع الـ item فلما بكون أنا عندي top index zero فش إلي items أنا top بدي أرجعه ما في عندي تمام؟ بس لما بكون عندي top index بساوي واحد ها كان top index واحد شو يعني فيه item واحد؟ هو العشرة تمام؟ طب العشرة وين موجود؟ في الـ position zero، مش في الـ position واحد top index معناته عدد الـ items عندي واحد يعني عدد الـ items عندي item واحد شو هو؟ عشرة طب كيف بدي أعرف أنه هو العشرة؟ فالـ item هو موجود وين؟ في top index ناقص واحد واحد ناقص واحد zero، إذن في الـ array of top index ناقص واحد فإذا كان عندي two items عشرة وعشرين معناته الطوب index اثنين طب الطوب index اثنين فيش عندي؟ في ربش data طب وين كيف بدي أجيب الطوب item؟ الطوب item هو في الطوب index ناقص واحد، اثنين ناقص واحد واحد موجود هنا الطوب item واضح كيف بجيب الطوب item، فإذا هذا نفس الإشي بدي أجيب كله بول top t item بدي أكله if top index if top index equal equal zero pretend zero يعني يعني top index zero معناته فاضح فيش إلي items في الاستاك تبعي في الـ array ما فيه items شو بدي أرجع؟ شو بأكله جيب للـ top item؟ ما فيه top item فبرجع zero خلاص بطلع false طب إذا top index مش zero معناته بدي أجيب كله الـ item الـ item شو بساوي؟ بساوي الـ entry الـ array of top index ناقص واحد الـ item هذا مشان يتغير لإني أنا بعثه من الـ main مشان يتغير فلازم أعملوا buy reference فلازم أعملوا buy reference ولكي بدو يتغير وأجي أحصل على الـ item تمام؟ إذا لازم يكون هذا ماله buy reference فإذاً هاي عملتوا buy reference إنه هذا buy reference طيب تبعته template type فبيجي بكل الـ item قيمته بتساوي الـ entry للـ top index الـ item تمام؟ لأنه لما بيكون zero بسرش أجي أقول 0-1-1 فش الـ ray of 1 رح يدرب السيستم ولذلك لما بيكون الـ top index zero return zero اطلع تكملش لكن إذا الـ top index غير zero مثلاً وان؟ معناته عنصر واحد وين موجود؟ في الـ position zero اللي هو top index minus 1 تمام؟ وهونا معناته جبت الـ item وزبطت العملية فابدأ أجأ كله return is true شباب هاي الـ implementation تبعت لclass stack خلينا نجي نشوف شو بصير بدنا نعمل bush وبوب وبوب ونشوف شو بصير فيهم هاي stack من نوع integer s شو بروح بعمل اللي هون؟ بروح بنادي الـ constructor الـ default constructor هاي الـ default constructor وين الـ default constructor؟ هاياته فبروح بخلك لي object هاي object اسمه اس في two attributes شو إن الـ attributes top index هاي top index كيمتو سفر هنولي حطة سفر الـ constructor وبخلك لي الر الر اسمها entry قرر من زرو بالزيرو حتى 999 يعني 4000 بيت تمام وبيت واحد و أربعة بيت إذن هذا الحجم كأنه 40000 و 4 بايتس حجم الإسداك هذا هل ثابت أنه حجم الإنتجار؟ آآ ثابت هذا طبعا ثابت الحجم و لم تتحدث عن التوب إنتجار؟ ما هو إنتجار؟ وهذا T صار إنتجار فأربعة بايت في ألف أربعة تلاف بايت فكأنه حجز لأرية من أربعة تلاف بايت من ألف آيتم كل آيتم أربعة بايت لأنه إنتجار إذن ها يعملها، طب شو موجود في الأرية؟ ربش ديتا، موجود ديتا يا جماعة في الأرية ربش إنتجار تمام؟ أوكي، بس هاي مش ماي ديتا لذلك أنا سميتها ربش إذن بسمي أنا الاستاك هذا إيش؟ أمتي استاك، إذن هيك عمل لي أمتي استاك طيب خلينا نيجي نشوف، بدنا نيجي هون على المين نيجي نقول له أس ضد بوش لعشرة شو بيعمل؟ بدي يروح يشوف البوش هون، بدي ينفذ البوش البوش شاي، بحث له عشرة، فالآيتم هذا شو بيساوي عشرة؟ بفحص، التوب إندكس كداش عنده زيرو، بيساوي الماكس سايز اللي هي ألف؟ لا، بيجي علي بعدها انتري أوف زيرو، هاي انتري أوف زيرو، شو بتساوي الايتم، كداش الايتم عشرة، فبروح بيضيف إيش؟ هون عشرة هاي عشرة حط عشرة، بعدين شو عمل في التوب إندكس؟ بلس بلس، شو صار هذا التوب إندكس واحد حط عشرة، رتيرن وان رجع ترو، إذا رجع لهاي ترو، يعني لو جيت أنا قلت له هون شو الكيمي اللي راجع؟ شو برجع لي الكيمي اللي راجع؟ لو كنت تبع لي إيها سي آوت، شو رح يطبع لي هون؟ رح يطلب علي وان، ترو، إنه الكيمي اللي راجع وان، تمام؟ بس أنا عادة ما بعمل سي آوت، أنا بفحصها، نعرف إنه ضاف ولا ما ضافش، بقول إذا الاس دوت بوش للعشرة بتساوي واحد، تمام؟ ما ناتو ضاف، إلس ما ناتو ما ضافش، ما ناتو الاستاك تبعي فل، ما لا واضح هاي النقطة؟ طيب، رديت كل كله اس دوت بوش لعشرين، شو رح يعمل؟ رح يجي ينفذ البوش كمان مرة، الايتم هذا رح يكون عشرين، طوب اندكس، اللي هو واحد، بساوي الماكس سايز ألف لا، بيجي على اللي بعدها، انتري أوف طوب اندكس، انتري أوف واحد، وين انتري أوف واحد هايها؟ شو بتساوي هاي؟ تساوي هاي عشرين، بعدين طوب اندكس بيزيدوا واحد، صارت اثنين، ورجع true انو ضاف، إذا صار عندي تو ايتمس، عشرة و عشرين، تمام؟ بدي أجي أكله جبلة طوب ايتم، مفروض يجبلة عشرين الطوب ايتم، باجب أكله انتجر اكس، تمام؟ بتساوي ناقص واحد، هلأ بدي أجي أكله اس دوت طوب للإكس، فكأني أنا عرفت في المين بيريابل اسمه إكس، كيمتو ناقص واحد، بعدين نديت الطوب ميثود، طوب ميثود هاي الطوب ميثود، داروح على الطوب ميثود هاي الطوب ميثود، لاحظوا الـ إكس، بعثتوا إلى الطوب ميثود، آيتم باي ريفرانس، فإذا أنا هون الآيتم هاذ كأنه صار إلو اسمين؟ اسمه إكس وإسمه آيتم، إكس في المين؟ وآيتم في الميثود، إكس في المين؟ وآيتم وين؟ في الميثود، فإذا أنا كاعد بشتل على نفس الريفرانس، الميموري لوكيشن، تمام؟ باجي بقول الطوب اندكس، كدش الطوب اندكس عندي؟ اثنين، بيساوي، بساوي زيرو، لا ما بساوي زيرو، بساوي اثنين، إذا بيجي هون، الـ item بساوي، الـ item اللي هو هاذ، اللي هو نفسه الإكس، شو بساوي؟ الـ entry لـ 2-1، الـ entry لـ 1، كدش الـ entry لـ 1؟ 20 هاي الـ entry لـ 1، هاي 20، فإذا هذا بدل ناكس واحد، انشطب الناكس واحد، ونحط بدله 20، ورجع لي true إنه تمت العملية بنجاح، تمام؟ فإذا جيت كنته إطبع لي إكس، في المين، إذا جيت كنته إطبع لي إكس، المفروض يطبع 20 لأنه تم تبديلها من خلال الـ reference اللي هو الـ item لـ 20، إذن هو لو جيت كنته C out X، بيطبع ناكس واحد ولا 20؟ 20، 20، لأنه تغيرت X، باكت ناكس واحد وتغيرت، لو، ها، لو كان فاضي، كان الناكس واحد ما تغيره، تمام؟ يعني لو جيت هاي، شلتها من هون، هاي شلتها هيك، حطيتها هون، بعد هون، الـ stack فاضي، top index 0 هون، فلما بفحص، لما باجي بعمله S dot top للـ X، تمام؟ بيجي بفحص zero A zero، برجع zero، إذن ظلت X ما تغيرت، ظلت X ناكس واحد، فلما باجي بقول له إطبع X، بظل ناكس واحد، إذن حسب إنه الاستاك فاضي ولا لا؟ فهون الاستاك مش فاضي فيه items، فجاب لي shoot top item وحط وغير قيمة X، تمام؟ هاي نعمران، موسيقى 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 هاي bob, cast.bob شو بعمل البوب؟ نشوف شو بتعمل البوب؟ هاي البوب البوب بتيجي على البوب, empty لا مش empty شو يعني empty برجع على المتي شو المتي؟ topIndex equal equal zero لا topIndex بساوي اثنين مش زيرو تمام فمش empty بيجي على topIndex minus minus شو بصير topIndex بدل اثنين صار واحد اوكي, شو يعني صار واحد يعني عندي one item تمام شو هو الone item وين موجود في topIndex-1 في الزيرو اثنين هذا الايتم تبعي لذلك اذا جيت كلتو اعطيني الطب هلا بعد ما عملت بوب كلتو تجيب للطب بايتم هاي انا عملت بوب جيت بعدها قلت له هون s.top للإكس وcoutX اتبع عشرين اما بتظل X 20 ولا بتتغير X مفروض تتغير ثاني مرة لاحظ اول مرة بتبع عشرين ثاني مرة هون بتبع عشرين اذا هون شو طبع عشرين هون شو لازم يطبع لازم تبع عشر هاي ران هاي عشرين وهي عشر تمام طيب خلينا نجي نشوف فول اذا جيت عملت له بعدها بوب s.bob شو صار البوب شو بتعمل هذا بصير zero تمام فشو صار يعني empty فلو جيت انا قلت له نعم s.top للإكس بتتغير الإكس ولا بتظل عشرة بتظل عشرة تمام إذا مش راح تتغير الإكس مش راح يجيب لي يعني top-index-minus-1 يعني يعني array of-minus-1 يجيب لي ربش data تمام لا بتظل عشرة تمام فليش لأنه لما راح يعمل طب إكس شو بروح بعمل هون هاي الطب شو بروح بعمل بعت له الإكس 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 كمية عشرة بعت له هالي الطب هالي بساوي زيرو نعم رجع زيرو طلع هاي الطب إندكس بساوي زيرو نعم ما كملش ما كمل غير الإتم هون فبظل زي ما هو الإكس ما تغير واضح؟ فإذا هون راح يطبع لي إيش بتظل هون عشرة not changed إيران واضح الشباب بس كبسات عيدة هاي آخر يخدم آخر وحدي إنه أنا قلت له عملي بوب حذف البوب صار زيرو تمام؟ شو زيرو يعني فش عندي ولا آيتم أوكي فش عندي ولا آيتم بس الإكس آخر مرة شو كانت كمتها؟ عشرة اللي جبت هون قبل هون هاي هون كانت إكس عشر فلما جيت كلتو جبل الطب آيتم راح يجيب الطب آيتم ما كمل ما غير الإكس ظلت الإكس زي ما هي ما تغيرها آآ 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 فلذلك لاحظوا هون راح يطبع لعشرين وعشرة مش راح يطبع لعشرة التاني أين؟ عشرين وعشرة العشرة الثاني ليه ما طبعهاش؟ تمام لانه انا حطيت شرط اذا كانت الكيمي اللي راجع من الطب بـ true يعني فيه items جيب للـ top items ما هو فيش items فالريج الكيمي الراجع false فهونا رجع zero مش F true صارت F false اه false هاي مش true اذا true مش بيطبع هان اي شو معنها equal equal one عشان تبكوا عارفين يعني اذا equal equal true بيطبع هذا الحكي تمام اذا لا بعملش اشي واضح الشباب اذا حسب اذا انا لازم اعرف انه فيه items في الاستاك وانت بجيب ليش الطب item اذا كان الاستاك empty ما فيه item اه شباب طيب هلا هذا الحكي واضحنا اذا بدنا نطلع one step level لفوق بدنا نعمل function زي ما هذيك المرة هذا الاستاك فاضي بدنا نعمل fill للأس فاصلة ب-in item تمام؟ طيب شو هي هاي ال-in؟ لازم عارفها بجاجة بقول integer in بتساوي مثلا 5 item بدي عبي خمسة item random فمين بدي يعمل للfill function؟ اه شباب بنعمل function بنوع void void fill بأخذ integer اللي هي العدد ال-items لا انا بقى في الاستاك بالاول استاك ايو اه تمام استاك شو الطيب تابعه؟ اللي هو integer هون عاملينه ومنخليه reference اذا هون integer وهي reference او integer an و integer in تمام؟ شو بدي عاجة عمل؟ تمام for loop for integer i integer i ساوي واحد ساوي واحد i اقل اوي ساوي n و i plus plus i plus plus بعدها بما انه بدنا random s dot bush ايو اه تمام s dot bush بنحدد اي فترة بدنا الارقام اذا مثلا من 099 ايو اه مديل اسمية واضح الجماعة اذا فام 5 ف احعملي 5 items طيب اذا كان انا عندي stack هون stack خلينا نقول string أعصي بإقصار.. ملون 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 ملابم ملون 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 أحصي بإذن نسخة اعتقدنا لديه وكذلك ثم يجب عليك إطرتكة وإصهاء كذلك بدأ ملو خمسة كاراكتر كيف انا باقت لهون كاراكتر وهذا انتجار فالمفروض انه هون اذا انا بدي اجي اشتغل بالشكل الصحيح بدي اجي اعمل template class E بدل ما يكون هذا stack من انتجار stack من ايش واضح شباب فاذا كان اللي باعثه انا انتجار فبيعبي انتجار اذا كان اللي باعثه كاراكتر بيعبي كاراكتر طيب دكتور هون كيف راح يعمل بحال انا بكنت باعثه كاراكتر وكيف يتعامل مع الراندم الراندم بيعطيني الكاراكتر طبع الزيرو والوان والتو حسب الشور رقم اللي بيعطي اه يعني زي ما حدثه بالنوع الاسكي الاسكي كاراكتر يعني بيعبي الاسكي كاراكتر الاسكي كاراكتر الطبع لازم اتعمل ان احط له ت signed إذا بس انتجار وعارف الي اللي بتعمل مع انتجار بلزم بش عمل ت Hakim ايه تمبت اعمل مع انتجار وعارف عهن انه انتجار خلاص باجي بحط هذا انتجار تمام يعني ال commandشıyor لانه انتيجر بيدق اكثر من نوع ذاتها بالضبط إذا بدي استخدم هذا الفنكشن لا اكثر من نوع واضح هاي النقطة واضح هاي النقطة طيب نيجي نعمل برينت هاي الفويد برينت ستاك نفس الاشي اذا بدي التمبلت باناتو لازم اجي لازم اجي اعمل هون ايش تمبلت تمام فا اذا بدي اياه تمبلت لازم حط تمبلت كي بدي اجي اكذر بدي اجي اكلو تايتم برادين نظرة تمام تابعته انتجر ولا واوء اكلو ويكلو while not s.empty مدامو مش empty جيب للطب item أسضط طب للإتم coutItem وأسضط بوب كبير ما أخلص بكله انزل سطر جديد إذا نطبعهم كلهم على السطر واحد بس يخلص انزل سطر جديد كمام فهيك أنا عملت مدام طبعا هذا مش باي ريفرنس لأنه مستحيل إن مشان أطبع الأيتم أفضي أوكي فهي باي فال فلاحظوا هون إذا أنا هون عبيته في خمسة ايتم لابدي أجعمل له برينت فشو عبه هو عبه كالتالي هيك نفرض إنه عبه بستاك عشرة واحد واربين اثنين وستين تسعتاش أربع واحد تلات أربعة خمسة لما يطبع بيطبع أربعة فراغ تسعتاش فراغ اثنين وستين فراغ واحد واربين فراغ عشرة تمام؟ بعدين بنزل سطر شديد هون واضح واضح ف إذا رديت قلتو كمان مرة برينت إذا قلتو كمان مرة برينت راح يطبع نفس الأرقام مرتين هاي برينت للس فرح يطبع هنا ايش؟ مرتين على سطرين واضح؟ خلينا نشوف أول شيء واضح واضح سابنت في مشكلة إنا وين الفيل؟ بفرانس أس وكي أفضح اشمش كذي بري إيه دكتور إحنا هون عملنا في الاستي مش لاس في الاستي آه إحنا عامين آآ آآ متأكدة هاي استنتبهت لها آآ آآ هاي استي مش اس الاستي مش اس سوري أوكي طبعنا اس هاي هين تسعة وستين سفر أربعة ثلاثين سبعة ستين واحد واربعين تمام فكأني أنا عبيتي الواحد واربعين بعدين سبعة وستين أربعة ثلاثين سفر تسعة وستين يعني آخر item عبيته تسعة وستين بعده سفر بعده أربعة ثلاثين فلو جيت قلت له print اس مرتين نفس الاشي يعني بدا فرجيكوا انه ما عمل له empty لانه by val واضح شباب طب لو جينا عملنا احنا في الاستي وعملنا print الاستي شو راه يصير عندي شو راه يصير عندي هاي الكاركترز واضح شو راه يصير عندي اوكي طيب إذن هيك من نطبع ومن عبي من عبي ومن نطبع الستاك طيب السؤال اللي بطرح نفسه إنه إذا كانت إنهاي خمس تلاف ما بعمل فيل لتين زيرو لأنه فوق كديش بعمل فيل لأكمان آيتم لألف لألف فقط تمام يعني أنا هون بدي أروح أغير فيل هذا أعمل هاي الماكس سايز لأعملها عشرة وكلت له هون فيل مين الان بتساوي خمسين بدل خمس تلاف ما أنا كلهن اللي عندي عشرة وكلت له عبيلي هذا شو بيعبي بس ان عشرة طيب خلي نشوف الفل هاي الفل هاي ان كديش خمسين فور ايك والواحد ايك قال لو يساوي خمسين اعمل بوش اعمل أول مرة بوش طيب خلص صار فل لاحظوا البوش هون لما بفحص أنا هون في البوش إذا الطوب انديكس بساوي ماكس سايز يعني الطوب انديكس صار عشرة رتين زيرو إذا أنا أربعين مرة كل مرة بحاول أعمل بوش برجاء زيرو أربعين مرة بحاول أعمل بوش برجاء زيرو واضح هاي النقطة فهو مش راح عبيل لإيش مش راح عبيل لعشرة لذلك لاحظوا لما يجع مران بس عشرة ايتمس هاي واحد مين تلاية أربعة خمس ست ست سبعة ثمانية تس عشر لإنه ماكس سايز عندي عشرة فلما روح أنا عمل فل فأنا كل مرة بعمل بوش طب البوش شو بتعمل البوش بتفحص الطوب انديكس أول إشي إذا بتساوي المكس سايز كدهش مكس سايز عندي عشرة أول مرة زيرو لا بتسويش عشرة فضاف واحد ضاف اتنين ضاف تلات أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة هلا عشرة بتساوي عشرة اه برجع زيرو تمام إذا شو رجع لا الفل هاي هاي رجع هون زيرو بعد الايتم عشرة بعد المصارة اي عشرة رجع زيرو تمام طيب عندي حداش ما هو أنا بدمشي لخمسين وانت بوقف هذا الفورلوب لعنت خمسين طب عندي حداش بروح بضيف ما هي حداش ماشي ترجع زيرو كيف فأقول ما في الها مساحة أساسا لأنه أنا عندي يعني أقصى طين عشرة اه if top index equal equal max size تمام رتين زيرو طبعا هي أكبر أو يساوي max size مفروض هون أكبر أو يساوي max size تمام إذا بتساوي max size أو أكبر أو يساوي max size رتين زيرو تمام ف top index ما بتتغير يعني شو ظلت عشرة 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 كل مرة طبعا ما ضع في top index طبعا يعني top index شو ظلت كيميتها آخر آخر كيمي إلها عشرة هل بتساوي عشرة أه رجع زيرو لما أجى يضيف ما فهم ما زاد هالطبعيندكس تمام فيعني لو كانت هاي equal equal بتكون صحيحة وإذا كانت أكبر أو يساوي مرضو بتكون صحيح تمام فلإنه أنا متأكد إنه الطبعيندكس مش راح يزيد لذلك عملت أنا equal equal أوكي فإذا هون الطبعيندكس ما زاد لاحظوا ما زاد خلاص طلع من هون zero 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 بس أنا اللي كاعد بشتغل اللوب في الفل اللوب هذا كاعد أربعين مرة عملها برجع زيرو كل مرة بروح بعمل بوش برجع زيرو بعمل بوش برجع زيرو إذا أربعين مرة طلب البوش في الأربعين مرة هاي رجع زيرو واضح شباب طيب كيف أنا بدي أوفر على الكمبيلر ما يعمل ليش الأربعين مرة هاي حدا بيكتب لي كود هون بالفيلم ما يعمل ليش الأربعين مرة ماملها على الماكت سوز مش على أن ما بدأ أستخدم الماكت سوز مامل نعمل فرقل فور لوب وايل أو وايل لوب أو اف من دشان أنه يظل يتأكد أنه من أقل أو يساوي الماكس سايز مهم لاحظوا شباب الماكس سايز أنا ما بحاول أستخدمها برية لكلاس بس بس أستخدمها داخل لكلاس يعني ما تحاول تستخدم الماكس سايز بالفونكشنز تمام فإذا إنت شو بدك تيجي تعمل؟ بدك تيجي تقول له إف الاسدوب بوش لهاي الراند شو بتهاي equal equal zero شو يعني equal equal zero إنه القيم اللي راجع فولس تمام؟ شو بظهر أعمل أنا هون؟ break إذا هيك في هاي الحالي بطلع من الفورلوب بكملش بس أنا وفرت عليه ما يعملش للأربعين إذا هون أنا عباري العشرة لما أجع عبلي الحداش الايتم الحداش تمام؟ لكي القيم اللي راجع من البوش اللي هي شو كيمة ها zero فعمل بريك شو يعني بريك بطلع من الفورلوب كاملش في الفورلوب فبطلع تتعامل تمام؟ أو بخلي الفويد هاي رجع بوليان بكله إذا القيمة zero رجع لي إيش؟ zero تمام؟ إنه ما عبى لي كل الائتم اللي بدي إياهم وإذا عبى كل الائتم لعند الان برجع وان تصاب طيوية يعني هذا برجع إلك كيف بدك تتعامل مع الفنكشن تمام؟ لذلك شباب هون لاحظوا قلت له هنا إن بتساوي خمسة وجيت قلت له برينت لهاي بعدين رديت قلت له فيل تمام؟ لأس فاصلة خلينا نقول عشر طيب أنا أول مرة عبيت خمسة ايتم هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة طيب كدهش ضايل معاه يسع ضايل كمان خمسة ايتم تمام؟ رضيت ده عبى عشرة شو رح يعبى لي بس؟ واحد اثنين ثلاثة خمسة إذا عبى لي من العشرة خمسة تمام؟ طيب كيف أنا بدي كيف بدي إنه إذا ما عملي عبى لي العشرة اللي بدي إياهم ما يغير فيه يخلي الاستاك زي ما هو بس يحفظ على شو موجود في الاستاك يعني اللي بضيفه أنا يشيله بعيد كمان مرة أنا عندي عشرة ايتم كل الاستاك بتكون من عشرة ايتم زيه الماكس سايز واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر من زيرو للاين عبيت أول مرة خمسة فعبى لي عشرة اثنين واحد أربعة سبعة هاي خمسة ايتمس واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة بعدها كنت عبيلي عشرة ايجا يضيف عشرة تمام اضيف العشرة عشرين أربعتاش سبعة ثلاثة وثلاثين ستين كديش عبى من العشرة خمسة ايجا يضيف السادس مالكي محل يضيفه في هاي الحالة شو بدي أعمل هذول العشرة اللي ضفتهم هذول ما بدي إياهم خلاص حافظ على الاستاك السابق زي ما هون شو موجود في الاستاك حفظ عليه فهذا بدي أشيله لانضافات فشو لازم أجي أعمل لازم أجي أعمل بوب بعدد الايتم اللي انضافت بدي أعمل ببلهات وببلهات 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 فكديش أنا اضيفة من العشرة خمسة كمت الخمسة ضفت من العشرة سبعة بقيم السبعة ضفت من عشرة واحد بقيم الواحد تمام بدي أعمل ببلهات المشان يحافظ على الاستاك الأصل تابعي ما يتغيير ش فإذا أنا كل ما ابي اعمل بيل إيــا بعمل بلايتم واللي أنا بدي إياهم ايـا ما يعملش يحافظ على الاستاك زي ما هون مضحط الصورة لمضحطة انت كتبت طيب مش اسهل انه يعني انا عارفي انه ما عندي مكان لقلهم الستي ما اضيفه من الاصل كيف تكتعرفي يلا كيف تكتعرفي مانا هاي شا مانا شايد عشرة اساسا انت كيف تكتعرفي انه مانا شايد عشرة اثنين انت كيف تكتعرفي انه هاي هاي الكلاس بدي عملها ايش بدي عملها اتش فايل بتعرفوا يعني اي او سريم ضط اتش صح ضط اتش انت شايد عملها اتش فايل انت ما بتعرف شو هاي اللي حواليها شو هاي الماكس سايز انت كأنك تيجي بتعملها دا روح افتح صفحة جديدة اينيو انا بنيدك لكلاس استاك اذا انت بدك تعمل include الها number include dot اتش اتناش هنحط dot اتش نفس الاشي تمام؟ وهي using name space std std وهاي المين يلا انت بدك تستخدم class stack اللي بنيتلك اياها بدك تستخدم class stack اللي بنيتلك بدك تيجي تقول stack أنا بنيدك اياها template class integer s خلصت هي المحاضرة شباب اوكي هلسا بنطلع بس نبدى ناقش هاي النقطة وبعدين بناش نحل المسألين نحل المسألين بمرة جاي هلا stack integer s انتي عملت include لل stack اللي انا بنيتلك اياها تمام؟ شو معرفك انت تقدر تيجي تقول هون s dot max size ردو شباب لا تقدر تيجي تمام؟ اذا انا شو معرفني شو الماكس size و شو الكذا هلا كانا كاني عامل امليم لو بقولك write a method يعني انت اللي class قدامك و دا تشتغل في اللي class جوات اللي class اوكي انت عارف هاي الماكس size موجودي بس انت مش عارف اللي class مش قدامك تمام؟ بس انت بتعرف البوش وال s dot bush s dot top s dot bob يعني empty هاي المثودي اللي انت بتشوفها فقط لا غير اللي هي public methods تمام؟ فانت ما بتقدر تيجي تقول s dot max size لاحظ ما في max size مشكلة هاي واضح؟ لذلك انا لما باجي بقول لك write a function fill هاذ function fill هاذ لما باجي بقول لك هذا function fill فال function fill هاذ ما بعرف انا function هاذا خارج اللي class لو جوات اللي class اوك بس انا خارج اللي class شو معرفك انه في عندك max size وشو معرفك انه شو اسمه بلك اسمه ماكس مش ماكس size انت بره بره يكتل اللي class بتعرفش ايش عن اللي class شو اللهم بتعرف بتعرف المثودي لما تقول s dot تطلع لك المثودي بس وضحط الصورة شباب بكتور في حل وانا ما عملي بفيل اول عملية او اول ما رجح ال post 2 zero باخذ i يا سلام تمام اذا اذا في حل في انا باعرف انه في حل بس القصد انه ما اروح انا بدي اجاوب على اني اللي سألتني انه كيف انا بعرف من الماكس size بعرف انه بسع ال items حسب ال items سبعتي لا ما بعرف وضحط يا يافا ويا شباب ويا ايا او واضح تمام ولذلك زي ما قال زميلنا قال انا في اندي حل انا باجي بتطلع مهي البوش انا بعرف انه بترجع true or false مجرد ما رجعت zero مجرد ما رجعت zero تمام معناته انا بعرف كديش وين وصلت عدد ال items تمام اذا بدي اعمل دعم اللوب بال i تبعتي واجي اعمل bob وضحط هذه الصورة اكمل مرة بدعم البوب بحسب كديش وصلت i فاذا كانت i 7 معناته بتعمل bob 7 مرات اذا كانت 5 معناته بتعمل bob 5 مرات وهيك بكون حفظت على الاستاك زي ما هو المرة جاي منشوف كيف نحل هاي المشكلة وهاي مشكلة الاستاك لما ينبنى على ايش على قريب لازم اكون take aware يعني قلق جدا من انه وصل للفل ولا ما وصلش الفل واضح؟ يعطيكم العافية في حدا عنده اي سؤال؟ ان شاء الله المرة القادمة نشوف كيف نتعامل مع هاي المشاكل يعطيكم العافية يعطيك العافية وعافيكم اتوازق اقوال اوام الناب اعطيق ارجوان